عزيزي طلبة طالبات الصف الثاني الثانوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات جغرافية التنمية طبعا جغرافية التنمية من المواد الشيقة جدا اللي بتنمي دايما عند أبنائنا الطلاب حس التنمية وحس الانتاج والعمل على زيادة الانتاج والعمل على تطويره وكيف تستخدم التقنيات الحديثة في عملية التنمية وجهود الدول الان المبزولة لتحقيق التنمية الشاملة ويمكن احنا عارفين ان بلدنا الحبيبة مصر بتقود معارقة من معارك قطة التنمية والمعارقة لانها بتتحدى وتتصابق الزمن ويمكن كلنا كنا في الفترة السابقة يمكن منذ أيام كان سيادة الرئيس السيسي بفتتح العديد من المشروعات التنمية في مصر منها محطات للطاقة الكهربائية ومنها الصباط الزراعية في العشر من رمضان ومنها مزارع للسروة السماكية ومنها تطوير للعشوائيات وبناء لبعض المناطق الجديدة مثل حي الأصمرات وغيرها وهنا بنقول ان الحكومة بتتحدى الزمن وتصابق الزمن لخدمة مواطنيها وعشان كده جغرافية التنمية ولد دراستها على جانب مهم جدا 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 من الأهمية الواحدة الأولى في جغرافية التنمية بيبدأ يتكلم عن ظهور مفهوم التنمية بشكل كبير في استكتنات من القرن العشرين وبيقول ان المفهوم ده وبداية ارتباطه كان بداية بالارتباط لنحية الاكتصادية تحديدا ولذلك ما نيجي نتكلم ونقول ان مر مفهوم التنمية بعدة مراحل هركز كده ان المفهوم مرة عندي ايه المراحل الرئيسة اللي مر بيها المفهوم اول مرحلة ابناء العزاء مر بيها كان نوع من التنمية اللي هي التنمية الاكتصادية ده اول حاجة اذا ارتبطت التنمية في بداية ظهورها ارتبطت بايه ارتبطت التنمية بعلم الاكتصاد يعني التنمية ارتبطت عندي بعلم ايه بعلم الاكتصاد اذا هنا بداية التنمية اللي بدأت تنادي بيها كتير من الشعوب كانت في بدايتها تنمية ايه تنمية اقتصادية ليه تنمية اقتصادية لان هي كانت بتهتم هنا بتنمية الموارد ازاي نستغل الموارد ازاي نحسن استغلالها ازاي نطور في الانتاج ازاي نزود في الانتاج بتاعنا ازاي نستغل الموارد اللي موجودة ازاي نبحث عن موارد جديدة لم تكن معروفة من قبل نكتشف موارد سروات معدنية نكتشف مصادر طاقة نستخدم طاقات أخرى وإذن هنا المرحلة كانت في بدايتها مركزة على الجانب الاقتصادي وزيادة الإنتاج والموارد المتاحة وكيفية استغلال هذه الموارد وتنميتها وتطويرها دي كانت المرحلة الأولى طب يا ترى المرحلة التانية بدأت التنمية تتاجه لفين في المرحلة التانية التنمية أولاد بدأت تتاجه لحاجة مهمة جدا وهي التنمية البشرية انت مين اللي هيحدث التنمية الفرد المواطن فإذا هنا لازم تهتم بالتنمية البشرية يعني ايه تنمية بشرية انت بتعمل عملية تنمية في قدرات البشر بمعنى انت بتنمي قدرات البشر عن طريق تعليم وعن طريق تدريب وهنا نقف لحظات ليه تعالى نشوف النهاردة اتجاه الدولة واتجاه الحكومة ايه؟ اتجاه الدولة واتجاه الحكومة هو الاهتمام بعملية التعليم وعملية التدريب معالي الوزير وهو بيعرض خطته على سيادة الرئيس بيقول ان هدفه الاساسي انه يخرج مواطن صالح يعني يكون نواتج التعلم اللي موجودة عندنا مواطن صالح لديه من الكفاءات والقدرات ما يخدم به الوطن مواطن عنده رؤية عنده قدرة عنده طرق لحل مشكلات عنده قدرة لاتخاذ القرار فاذا هنا بيلاقي بيسرع عشان جيل جديد فاذا هنا الجيل الجديد ده اللي هيخرج بيبقى ليه مواصفات معينة لازم يكتسب مهارات معينة المهارات دي هتيجي من الاهتمام بعملية التعليم يكون هنا الطالب قادر على التفكير عنده قدرة على حل المشكلات المشكلات متوسع الفكر عنده رؤية عنده رسالة يقدمها لخدمة هذا الوطن ولذلك بنجد ان محور التنمية البشرية هو محور مهم جدا 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 في عملية التنمية اذا خدنا مرحلة اولى تنمية اقتصادية ومرحلة تانية تنمية في قدرات البشر عن طريق تعليمهم وتدربهم واكسابهم العديد من الخبرات والمهارات على اساس ان يقدروا يكونوا يزودوا في الانتاج ويرفعوا من مستوى معاشته المرحلة التالتة ابنائي الطالبة هكون متركزة في محور كلنا بنسمع عنه التنمية المستدامة ودي رسالة الدولة الدولة النهاردة بتتجه لخطط تنمية شاملة بتتجه الدولة للتنمية المستدامة تنمية مستدامة هنا ده كلمة كبيرة اوي ظهرت في التمانينات من القرن العشرين في بعض المؤتمرات الدولية فكانت الكلمة في البداية غير معروفة بدأت تنتشر اكتر بدأت تزيد بدأت الناس تعرف يعني ايه كلمة تنمية مستدامة طب يا ترى ابناءنا الطلاب عارفوا يعني ايه تنمية مستدامة من خلال دراستهم للمنهج تنمية مستدامة اولاد هي تلبية احتياجات الجيل الحالي نقف لغاية كده لا شوف اللي جاي ايه عشان تعرف مدى اهمية التنمية المستدامة تلبية احتياجات الجيل الحالي مع الحفاظ على حق الاجيال القادمة في الموارد يعني لازم الجيل الحالي ياخد حقه بس يترك حقوق الاجيال اللي جاية بعد كده يعني بيعلمنا حاجة جديدة بيعلمنا ازاي نحافظ على الموارد ازاي نرشت في استخدامها ازاي نحافظ على البيئة ازاي نعمل سيونة ليها ازاي نعمل عملية استثمار يؤدي لتحقيق مميزات للجيل اللي موجود النهارده والاجيال اللي جاية بعد كده وهو ده لو احنا نشوفه نلاقي ان سياسة الدولة النهارده بتتجه الى التنمية المستدامة سيادة الرئيس في كل حواراته تقريبيا مع الشباب وفي المؤتمرات بيتجه الى ترسيخ مبدأ التنمية المستدامة بالامس القريب كان بيفتتح احد المشروعات للصوبات الزراعية في العاشر من رمضان وطلب من احد اللي هو القادة انه يكون معاه مجموعة من الشباب اللي هي الاجيال اللي جاية بعد كده بيرسخ عندهم مفهوم التنمية بيبني مواطن قادر على ان يحمل راية المستقبل هدف رئيسي لده الدولة ان تخرج مواطن قادر على حمل الراية مستقبلا يعي مدى اهمية هذا الوطن وما يحيط به من مخاطر ويكون زراع رئيسي وعمود رئيسي في المجتمع لتحقيق خطط التنمية وتحقيق ومدرك لمبادئ الامن القومي المصري ومدى اهمية مصر في المنطقة العربية كل ده اولاد مراحل بتمر بيها لايه التنمية تعالوا نشوفها مع بعض كده ادي مفهوم التنمية ظهر في الستينات من القرن العشرين ومر المفهوم بعدة مراحل اول مرحلة كانت تنمية اقتصادية ظهر في البداية المفهوم مرتبط عندي بعلم الاقتصاد الهدف الاساسي هو استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة وحسن توزيعها والاستفادة منها وتنميتها ادنوع التاني او المرحلة التانية ظهر التنمية بشرية بدأت هنا تهتم بالجانب البشري اللي هنا هنركز فيه على قدرات الفرض ومستوى معاشته وازاي يعمل تنمية للجانب البشري عند محورين مهمين تعليم مع تدريب يعني اعلم ودرب اعلم المواطن واكسبوا العديد من الخبرات ودربوا على استخدام التكنولوجيا الحديثة اللي بيها يكون قادر على زيادة الانتاج ويقدر يحقق مستوى حياة افضل لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ولوطنه ايضا المرحلة الثالثة وهي التنمية المستدامة وهنا نشوف السبب الرئيسي في ظهور مفهوم التنمية المستدامة هو تزايد الوعي للهيئات والمؤسسات والافراد بقضايا المجتمع والبيئة اذا هنا اصبح هناك ادراك للقضايا المحيطة بالمجتمع القضايا البيئية اللي موجودة هنا هنبدأ نطور هنبدأ ننمي يبقى لازم المواطن عارف ايه المشاكل اللي بتوجهه في مجتمعه ويعرف ازاي يضع حلول لهذه المشكلات ويعرف المعلومات المحيطة بهذه المشكلة ويقدر يجمع معلومات كافية عنها لان انت لو ما جمعتش المعلومات الكافية لن تستطيع حل اي مشكلة موجودة يبقى لابد ان هنا المواطن يكون عنده تدريب عنده تعليم عشان يقدر يحقق المحور التالت اللي هو التنمية اللي ايه التنمية المستدامة يبقى عرفنا كده ان التنمية مرت بتلت مراحل رئيسة اول مرحلة كانت تنمية اقتصادية هدفها استثمار الموارد واستغلالها تاني تنمية رفع في قدرات البشر بنامي في قدرات البشر عشان اخرج مواطن قادر على الانتاج واقدر ارفع من مستوى معاشته تالت محور وهو التنمية المستدامة وده ظهر نتيجة ادراك الهيئات والمؤسسات بقضايا المجتمع والبيئة وعشان كده قلت بمفهوم التنمية المستدامة ايه هو ان انت تلبي احتياجات الجيل الحالي مع عدم الضرر وعدم الاخلال بالاجيال القادمة يعني خد حقك وسيب لي اولادك واحفادك حقوقهم لان هما دول الجيل اللي جاي بعد كده او الاجيال اللي تيجي بعد كده وكون قادرة على بناء الوطن ايه المقصود بالتنمية المستدامة؟ ايه الهدف فينها؟ ازاي يمكن تحقيقها؟ قلت لكم من يعني وحنا بنتكلم ان التنمية المستدامة بنلب احتياجات الجيل الحاضر دون الاضرار بحقوق الاجيال القادمة يعني بند للجيل اللي جاي ده بند الجيل اللي موجود حقوق والاجيال اللي جاي بعد كده لازم نحتفظ بمين؟ بحقوقها طب ما هده بقى بينمي حاجة جوانا احنا جوانا كافراد ترشد ازاي في الاستهلاك؟ ازاي تعمل حقق ابنائك اللي جاي تحتفظ بيه؟ ازاي تحافظ على البيئة؟ تحافظ على الموارد؟ ما تستنزفش الموارد؟ وده نلاقي دعوة عامة ان احنا لازم نرشد في استهلاك المياه لازم نرشد في استهلاك الطاقة لازم نرشد عندي في استخدام الموارد لازم ما نستنزفش هنا الموارد لان ده هيضرني انا ويدر كمان اجيال جاية بعد كده عشان كده بنقول ان الهدف من التنمية المستدامة ايه؟ ان انت توفي باحتياجات البشر والحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية ومحاولة الحد من التدهور البيئي يعني تقلل من التلوث تقلل من مخاطر التلوث منذ عام 1972 وتعقد المؤتمرات الدولية لمكافحة التلوث البيئي لان الخطر هنا اصبح خطر عالمي وبدأ بقى هنا يتردد كلمة التنمية المستدامة يمكن بشكل ايه؟ بشكل بسيط في التسعينات في مؤتمر ريدو جانيرو اللي اتعمل في البرازيل اللي هو مؤتمر كمة الارض لان حضروا مجموعة كبيرة جدا من رؤساء الدول العالمية هنا بيدعوا الى ترسيخ مبادئ التنمية من المستدامة بعد كده بتعقد العديد من المؤتمرات اللي بتنمي التنمية المستدامة وبدأت بقى الدول تتبنى تعليم من اجل التنمية المستدامة يعني في دول كده رفعت شعار التعليم من اجل التنمية المستدامة يعني خطة التعليم في الدولة يهدف الى تحقيق التنمية الايه؟ التنمية المستدامة كتير من الدول الاولاد عالمية وعربية ادركت الاهمية للتنمية المستدامة فبدأت تهتم بيها ولذلك جغرافية التنمية من الجغرافيا المهمة جدا 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 لترسيخ الوعي عند أبنائنا الطلاب وإدراكهم بقضايا المجتمع وقضايا الوطن وكيفية معالجة المشكلات للتخطي العقبات ولذلك هنجد في مفاهيم جميلة داخل هذه الوحدة هنعرفها مع بعض وإحنا بنتكلم عن التنمية إزاي نحقق التنمية المستدامة؟ إزاي نعمل تنمية مستدامة؟ تنمية المستدامة عشان نعملها لازم نعمل عملية توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية وكمان إدارة الموارد من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى يعني أنه لازم أهتم بالجانب الاقتصادي وأهتم أيضا بالجانب البيئي وكمان لعلمكم أهتم كمان بالجانب الاجتماعي لأن التنمية المستدامة لها أبعاد يا أولاد يمكن تذكرها أو في الكتاب ولكن بالإشارة ممكن أعرفها أن لها بعد اقتصادي لها بعد اجتماعي لها بعد سياسي لها بعد بيئي كل ده ولها بعد تكنولوجي كل دي أبعاد للتنمية من المستدامة ولذلك ما بنجد أن التنمية المستدامة لكي تتحقق بالشكل المطلوب لابد من التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية كل دي عوامل تحقق عندي التنمية المستدامة عندي المقصود بالمفاهيم الآتية كلمة تنمية اللي احنا عمليين نقولها دي يعني ايه كلمة تنمية جهود منظمة بتبزلها الدولة وفق تخطيط مسبق يعني جهود بتبزلها الدولة بناء على تخطيط مسبق عشان تستفيد من الامكانيات البشرية والموارد الطبيعية عشان اقدر احقق اعلى مستوى للدخل واقدر احقق افضل مستوى لمين للمعيشة واقدر احقق رفاهية اجتماعية بص للمفهوم هتلاقي كده انت تستفيد من موارد بشرية طاقة البشر هتستفيد من الموارد المتاحة لو قدرت استفاد ان انت تستفيد من الاتنين دول وتعمل عملية توازن ما بينهم هتقدر هنا تحقق مستوى دخل عالي يبقى مستوى المعيشة اللي هيحصله هيرتفع ده مقصود عملية مين التنمية يبقى التنمية جهود بتبزلها الدولة وفق تخطيط مسبق بتستفيد فيه من الموارد البشرية الموجودة والموارد الطبيعية الموجودة عندها عشان تحقق افضل وسيلة للدخل القومي عشان تحقق افضل وسيلة لزيادة الدخل وتحقيق الرفاهية تعال نشوف مع بعض مفهوم اخر جغرافية التنمية اللي احنا بنتكلم عنها ايه المقصود بجغرافية التنمية هي جغرافية التنمية ينفع تبقى فرع من فروع الجغرافية الطبيعية اقولك لا ليه مين اللي هيعمل التنمية اه شوف طلابنا بيقولوا ايه الشاطرين الانسان هو اللي هيعمل التنمية عشان كده بنقول ان جغرافية التنمية ده فرع من فروع الجغرافية البشرية بيهتم بدراسة الموارد المتاحة يكشف عن امكانياتها ومعوقات استغلالها امكانيات الاستغلال وايه معوقات الاستغلال عشان من خلال ان انا اعرف الامكانية للاستغلال والمعوقات اقدر اوفر بيئة مناسبة اقدر احقق بيها جودة للحياة واقدر اوفر بيها طبعا انتاج عالي وبالتالي زيادة في الدخل اذا جغرافية التنمية فرع من فروع الجغرافية البشرية بيدرس ايه بيدرس الموارد المتاحة سواء طبيعية او بشرية ويدرس لامكانية استغلالها معوقات استغلالها عشان اقدر اوفر بيئة مناسبة تقدر توفر لي بعد كده حياة افضل ده مقصود بجغرافية مين اللي هي الايه التنمية ما المقصود ايضا بادارة الموارد عندي موارد عايز ادرها ادرها ازاي ادرها من خلال عمليات متتالية تهدف لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية عشان احقق الاهداف اللي انا عايزها عشان احقق الاهداف المنشودة يبقى بالتالي علم ادارة الموارد او ادارة الموارد عبارة عن ايه هل عملية واحدة لا ده مجموعة من العمليات المتتالية عمليات مستمرة تهدف لاستثمار الموارد عشان اقدر احقق الهدف المنشود يبقى معنا كلمة ادارة الموارد يعني ايه مجموعة من العمليات المتتالية مجموعة من العمليات المتتابعة تهدف الى ادارة الموارد لتحقيق الاهداف المنشودة سواء بقى اذا كانت زيادة انتاج او تحقيق الرفاهية للمجتمع من المفاهيم كمان المهمة والجميلة قوي اللي برضو لازم نبقى حتى يعني عندنا معلومة بيها التخطيط التخطيط يا ولاد اسلوب قلمي الهدف منه تغيير الاوضاع الراهنة اللي هي الغير مرغوب فيها عشان اقدر احل مشكلة في فترة زمنية معينة ولذلك النهاردة اما تيجي في وظيفة من الوظائف يقولك هو ايه تخطيطك للمرحلة القادمة انت هتعمل ايه عشان تنمي الموارد انت هتعمل ايه عشان تستفيد من قدرات البشر فلازم هنا الواحد يكون عنده ايه فكر عنده اسلوب الاسلوب ده او الطريقة اللي انت هتستخدمها هو ده اللي احنا بنسميه عملية مين التخطيط اسلوب علمي منظم بيهدف الى تغيير وضع راهن مشكلة موجودة عندي بابدأ احلها ابدأ اطرح لها حلول عشان اقدر اخلص او او اقدر انتهي من المشكلة وابدأ احط حل وامشي بخطة سليمة نحو مستقبل افضل ده كده التخطيط يبقى التخطيط عبارة عن ايه اسلوب علمي منظم هدفه يغير من الاوضاع الراهنة او يحل مشكلة في الوضع الحالي في فترة زمنية معينة للوصول الى مستقبل افضل ده مفهوم التخطيط اذا اقدر اعرف ان في علاقة بين التنمية والتخطيط طبعا هو التنمية هتتم ازاي بدون تخطيط لازم يكون فيه تخطيط عشان اقدر احقق عملية مين تنمية هل في علاقة بين جغرافيا والتنمية اه طبعا الجغرافيا بتدرس لي موارد ايه موارد متاحة سواء طبيعية او بشرية في مكان معين وانا عشان اعمل مشروع في مكان لازم اعرف ايه الموارد الطبيعية المتاحة فيه وايه الموارد البشرية اللي موجودة فيه عشان اقدر اعمل المشروع ده وبشكل ايه بشكل جيد واقدر احقق اعلى مستوى من الانتاجية عشان كده ما بنقول ان المبادئ بتاعة التنمية او التنمية عندي بتتطلب مجموعة من المبادئ يا ترى التنمية عشان تكون تنمية صحيحة اعمل ايه تتعدد مبادئ التنمية الاقتصادية بشكل عام والتنمية بشكل التنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص لو انا عايز اعمل تنمية تنمية هنا بقى هتشمل جانب اقتصادي واجتماعي وسياسي ووالا اخره فبيقول لي اول مبدأ لازم تهتم بيه في قضية التنمية هو الشمولية يعني ايه الشمولية يعني لازم تتصف التنمية بالشمولية يعني ايه يعني تشمل كل جوانب الحياة سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية تكنولوجية وتشارك فيها جميع مؤسسات المجتمع سواء اذا كانت حكومية او خاصة يبقى معنا التنمية الشاملة ايه هي ان هي من الاسم كده خدم الاسم بيقولك تنمية ايه تنمية شاملة يعني ايه تنمية شاملة يعني تشمل جميع جوانب الحياة نواحي سياسية نواحي اجتماعية نواحي ثقافية نواحي اقتصادية نواحي بيئية يعني تكون شاملة كل شيء في المجتمع ويشترك فيها جميع افراد المجتمع تشترك فيها جميع مؤسسات المجتمع سواء اذا كانت مؤسسات حكومية او مؤسسات خاصة او اللي هي افراد او اللي هي المؤسسات المجتمع المدني كل دول لازم يشتركوا عشان نحقق التنمية مين التنمية الشاملة ويكون في شراقة من المجتمع عشان اقدر احقق عملية مين عملية التنمية كمان لازم يكون فيه تكامل في التنمية التكامل يعني ايه تكامل يعني يكون فيه علاقات تكاملية بمعنى ان انا اهتم بجميع القطاعات لان كل قطاع بيؤثر في الاخر ويتأثر به ينفع نهتم بالتعليم وما نهتمش بالصحة ما ينفعش نهتم بالتعليم وما نهتمش بالصحة ليه لان كل قطاع يؤثر في الاخر ويتأثر ايه به تعال نشوف ونطبق ده على سياسة الدولة الآن شوفوا النهاردة اطلق الرئيس مبادرة التعليم وبدأت الوزارة تهتم بالتعليم وتخرج ايه مخرجات معينة من المتعلمين يكون عندهم رؤية عندهم فكرة عندهم قدرة على حل المشكلات تعال نشوف نواكب ده ايه اه ده في حملة المليون ايه مليون ايه صحة او ميت مليون صحة يعني هنا بنعمل ايه بنهتم بالجانب التعليمي وبنهتم هنا بالجانب مين بالجانب الصحي ليه اصف النهاية انت مواطن يعني انا المواطن هنا عشان يكون قادر على الانتاج اول حاجة لازم يكتسب مهارات لازم يكتسب خبرات يبقى لازم اهتم بعملية تعليمه لازم تبقى صحته ايه صحة بنيته بنيا قوية ما عندهش امراض عشان يقدر يعمل دفع في عملية مين الانتاج ولذلك مؤشرات التنمية البشرية اللي بتصدرها الامم المتحدة اولاد كل سنة ودي بدعوكم لازم يعني تنظروا اليها كده تلاقي ان المؤشرات دي بتهتم بمين بالصحة بالتعليم بالدخل تلات مؤشرات رئيسية للتنمية مين للتنمية البشرية تعليم وصحة ودخل وده اللي بدأت الدولة بدأت تهتم به اهتمت بقضية التعليم وبدأ هنا عملية تطوير في التعليم هتهتم كمان مهتمة بجانب الايه الصحة وبدأت هنا المبادرات للتخلص من الامراض اللي موجودة عند بعض المواطنين وعلاج بالمجان على نفقة مين على نفقة الدولة وده معنى كلمة مين تنمية ايه تنمية متكملة اذا دولتنا ان شاء الله في الطريق السليم دولتنا بخطة مستقرة بفضل سيادة الرئيس السيسي لتحقيق خطة التنمية بمبادئها الكاملة بتنمي فيه جانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والبيئي وبنعمل تنمية متكملة على المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي عشان نقدر تكون التنمية بتاعتنا كمان تستمر ولذلك شوف بقى الجانب التالي تقولك ايه الاستدامة الاستدامة يعني ايه توازن بقى بين الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب البيئي النهاردة بس لا 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 الهدف فيش النهاردة ده الهدف الايه الاجيال اللي جاي بعد كده الهدف المستقبل اللي جاي بعد كده لأبنائنا وأبناء أبنائنا فإذا هنا لو بصيت لمبادئ التنمية تلاقي ثلاث مبادئ رئيسية وطبق الكلام ده على اللي موجود تلاقي تنمية ايه تنمية شاملة بتشمل كل جوانب الحياة سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي تنمية متكملة تعليمه صحة واقتصاد وهو الى اخره وكل قطاع بنهتم بيه لان ما نهتمش بقطاع على حساب القطاع الاخر بعد كده تنمية مستدامة تهدف تحقيق التنمية بشكل مستمر للجيل الحالي والاجيال اللي جاية بعض كده وتعمل لك توازن ما بين الجوانب الاجتماعية والجوانب الاقتصادية والجوانب البيئية طيب عشان اعمل تنمية لازم متطلبات للتنمية ولا مش لازم نفكر مع بعض كده اه ده احنا محتاجين متطلبات للتنمية عشان اعمل تنمية بالشكل اللي احنا بنتكلم عنه ده لازم يكون في مجموعة من المتطلبات يا ترى ايه هي متطلبات عملية التنمية ايه هي بقى متطلبات التنمية تعال نشوف اول مطلب متطلبات ايه اقتصادية انا عايز اعمل تنمية تموم متطلبات اقتصادية تتمثل في ايه اوفر رأس مالي اوفر ايه كمان اوفر خبرات علمية يبقى انا كده في متطلبات التنمية هعمل تنمية اقتصادية هوفر في رأس المال ووفر في الخبرات اللي ايه مين العلمية ايه تاني اه لازم اهتم بالجانب التقني والجانب اللي ايه الفني لازم كمان مع الخبرات يستخدموا معاها تكنولوجيا يبقى دي كلها متطلبات اقتصادية اذا نما وفر رأس مال ووفر تكنية ووفر خبرات علمية دي من جانب المتطلبات مين الاقتصادية طيب هل المتطلبات الاقتصادية وحدها هتحقق تنمية قال لي لا دا لازم يكون كمان معاها متطلبات ايه سياسية تتمثل في ايه بقى المتطلبات السياسية اول حاجة الاستقرار السياسي يعني لازم الوضع السياسي عندك يكون ايه مستقر وإحنا بنحمد ربنا الحمد لله ان الاوضاع السياسية بفضل الله عز وجل وبفضل القيادة الحكيمة بكون مستقرة وده اللي هيقدر يحقق الجانب اللي بعد كده التنمية مين التنمية الاقتصادية يبقى لازم استقرار سياسي لازم بعد كده تنمية مين تنمية اقتصادية وطبعا هنا هتلاقي متطلبات اخرى متطلبات بايه هتتمثل في ايه بقى احنا اتفقنا احنا في الجانب البيئي نعمل ايه اه نهتم بترشيد لاستهلاج بالنسبة للموارد يبقى هنا مطلب سياسي اعمل استقرار مطلب اقتصادي يبقى بزود في الخبرات وزود لي في رؤوس الاموال اوفر في رؤوس الاموال وابدأ اوفر في الخبرات اللي هي العلمية والفنية طب وعلى الجانب البيئي لازم نرشد في استهلاك الموارد ولازم نعمل صيانة وحفاظ للموارد مين البيئية طب بالنسبة بقى للنواحي الاجتماعية وانت مغمض على طول اجتماعية يعني لازم توفر امن لازم توفر تعليم لازم توفر صحة يبقى انا عندي هنا تاني كده بالنسبة للمتطلبات نشوف كده المتطلبات مع بعض متطلبات اجتماعية المتطلبات الاجتماعية عبارة عن ايه رفع مستوى التعليم رفع مستوى الصحة توفير في الامن اذا عندي اربع حاجات مهمة في تحقيق التنمية اربع اشياء مهمة عشان اقدر احقق التنمية ايه الحاجات المهمة متطلبات سياسية يبقى فيه استقرار سياسي متطلبات اقتصادية يبقى لازم توفر في رأس مين في رأس المال لازم توفر في الخبرات متطلبات اجتماعية يبقى لازم تهتم بالتعليم لازم تهتم بالصحة لازم تهتم بتوفير الامن طيب متطلبات بيئية يبقى لازم ترشد في استهلاك الموارد اللي موجودة عندك ولازم كمان تهتم بالحفاظ على الموارد البيئية ولازم تعمل صيانة لمين صيانة للبيئة طيب كل دي متطلبات لمين للتنمية من خلال دراستك للكلام ده تقدر تستخلص حاجة مهمة جدا ان في علاقة بين الجغرافية والتنمية يبقى هل هناك علاقة بين الجغرافية والتنمية نعم توجد علاقة وصيقة بين علم الجغرافية والتنمية لماذا لان علم الجغرافية هو بيدرس اقليم معين من حيث الظروف الطبيعية والظروف البشرية وده بيدي صورة واضحة المتخذ من القرار ليه لان انا ما اقدرش اعمل تنمية بدون معرف ايه الموارد المتاحة سواء اذا كانت موارد طبيعية او موارد مين بشرية اذا علم الجغرافية بيوفردي البيانات والمعلومات الكافية لمتخذ القرار عن الموارد الطبيعية والبشرية اللي موجودة في اي اقليم يبقى اي فرض بيتخذ قرار لابده ان يدرس ويلم بالمعلومات الكافية عن الموارد المتاحة في المكان اللي هو بيعمل في عملية التنمية ولذلك انا ما اقدرش اعمل خط التنمية الا مع دراسة الموارد الموجودة في هذا الايه المكان سواء اذا كانت هذه الموارد موارد طبيعية او موارد مين بشرية كيف يمكنك انشاء مشروع معين في منطقة ما سؤال مفتوح لابناءنا الطلب ازاي تعمل مشروع معين في منطقة ما اختار من خلال دراستك لطبيعة مصر وطبيعة التداريس انسب الاماكن لاقامة المشاريع الزراعية انسب الاماكن لاقامة المشاريع السياحية انسب الاماكن لانشاء مثلا المناطق الصناعية انت تقدر تقوم بالكلام ده بدون ما تدرس الموارد المتاحة سواء موارد طبيعية او موارد بشرية ودراستك لرؤوس الاموال المتوفرة وطرق النقل والمواصلات ووالى اخره ما هو ده كله جغرافية ايه جغرافية التنمية اذا هنا الجغرافية لها علاقة بالتنمية لها علاقة وصيقة بخطة التنمية لان الجغرافية بتدرس الاقاليم من حيث الظروف الطبيعية والبشرية والامكانيات المتاحة وهذا بيستفيد منه متخز القرار اللي هو السياسي والاقتصاد فمن الصعب ان انت تبدأ اي مشروع الا من خلال دراستك لخصائص المكان اللي هو الموجود فيه والمطلوب تنميته والمطلوب ايه تطويره وجغرافية هنا هي بتحدد لك ايه هي متطلبات من التنمية في المكان ومن هنا اولاد بنعرف ان جغرافية التنمية مهمة 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 بالنسبة لخطط التنمية وده اتجاهات الدول كلها بتتجه لمين لجغرافية التنمية مجالات جغرافية التنمية يا ترى ايه هي مجالات جغرافية التنمية بتهتم بايه جغرافية التنمية اول حاجة هتهتم عندك بتنمية الموارد البيئية الموارد اللي موجودة عندي لازم يتم استخدامها ويتم ادارتها ويتم صيانتها ويتم المحافظة عليها عن طريق ان انا احدد مجموعة من المؤشرات البيئية اللي لازم تلتزم بيها المشروعات الخاصة بالتنمية. النهاردة ابنائنا كتير جدا من المصانع لازم يقدم دراسة اسمها تقييم الاصر البيئي للمشروع بمعنى المصنع ده لو انا هنشئه في مكان معين انا لازم اعرف ايه اثره على البيئة ولذلك يا ولاد مهم جدا 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 في دراسة المشاريع الجانب البيئي الاهتمام بالجانب البيئي لان احنا اتفقنا عشان اعمل تنمية مستدامة لازم اعمل ايه اعمل ايه التوازن ما بين الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب البيئي اهتم بالمواطن واهتم بالانتاج بس ما خلش بمين بالبيئة ما درش بالايه بالبيئة ولذلك بنقول ان من اهم مجالات جغرافة التنمية هي دراسة المؤشرات ودراسة الموارد مين الموارد البيئية ادرس الموارد البيئية عشان اعرف كمان ايه المؤشرات اللي هي الناتجة عن المصنع ده او المشروع وايه اختارها على البيئة بتاعتي كمان يا ولاد من المجالات المهمة جدا جدا اللي لازم اهتم بيها التنمية البشرية تنمية البشرية ان انا انمي في قدرات البشر في مجال معين ولا في كل المجالات احنا اتفقنا اتفاق ان لازم تنمية بشرية في كل مين في كل المجالات لاحظ كده ان جغرافية التنمية مرتبطة بحثة التنمية مين المستدامة انا بنمي في موارد البيئة وبنمي في قدرات مين البشر وكمان بعمل تنمية مين اقتصادية اعمل تنمية اقتصادية ازاي هزود في الانتاج استخدم الموارد لاستخدام الامثل ابدأ استخدم اساليب جديدة في الانتاج عشان اقدر ازود في الانتاج عشان اقدر اطور في الانتاج اللي موجود عندي اذا هنا جغرافية التنمية لها علاقة بامور عديدة منها تنمية الموارد البيئية منها تنمية قدرات البشر منها التنمية مين التنمية الاقتصادية ولذلك اما بنيجي نتكلم عن مجالات جغرافية التنمية نلاقي فيها مجال خاص بالبيئة مجال خاص بالتنمية البشرية مجال خاص بالتنمية مين بالتنمية الاقتصادية ولو احنا ركزنا مع بعض هنعرف ان انت مدام اهتمت بالبيئة وهتمت بالجانب الاقتصادي وهتمت بالجانب البشري وعملت تنمية مستدامة المجتمع هنا هينهض المجتمع هنا هيتطور يبقى خطط التنمية بتاعتك ماشي في طريق سليم ماشي في خطة سبتة ماشي في خطة سريعة بتطور في الجانب الاقتصادي تهتم بالجانب البيئي بتطور في انتاجك عمل تقلل في الوردات اللي جاية من بره للحاجات اللي انت بتستوردها مش عايز تبدأ اين هو تنتج تبدأ ايه اه تصدر وده اللي احنا بنشوفه في اتجاهات اللي هي الايه الدولة في الوقت اللي احنا بنعيش فيه صبات زرعية بتنشأ في واضي النطرون في العشر من رمضان في بنسويف في الفيوم اه في دمانهور اذا هناك العديد من الايه من اللي هي المشاريع التنموية اللي بتهدف الى توفير الانتاج حتى مش في موسم زراعته لان الصبات الزراعية انت بتتحكم في درجة مين تتحكم في درجة الحرارة وفي نسبة الايه الرطوبة طب ده بيوفر في كمية الرأي شوف بقى هنا الدولة وترشيد الاستهلاك اه ده بتوفر في الرأي ده الصبات العادية بتوفر لك 40% من مياه الرأي تعال بقى شوف بقى الصبات اللي بتستخدم تكنولوجيا يعني سمعت التقرير مبارح بتاع قوات المسلحة تقريبا بتوفر من 60% ل 80% من مياه الرأي اللي هي الايه المستخدمة ويطلع لك منتج بجودة وبسعر ينافس السوق اذا كله هنا لخدمة مين لخدمة الايه المواطن بنيجي بعد كده يا طرى التكنيات الحديثة لها دور في جغرافية التنمية اساسي طبعا ليه لان التكنيات الحديثة دي عبارة عن ايه تعال نعرف يعني ايه التكنيات الحديثة من التكنيات الحديثة اللي بتستخدم في مجال او بكمية او بمجال واسع او بخطة واسعة الاستشعار عن بعد الاستشعار عن بعد دعين المكياس او الحصول على المعلومات عن سطح الارض بواسطة اجهزة تصوير يا اما جوي يا اما فضائي يا اما عن طريق الامر الصناعي يا اما عن طريق اللي هي الصور الجوية الملتقطة بواسطة مين اللي هي الايه التائرات طبعا هنا المكياس او الحصول على المعلومات بواسطة تصوير جوي او تصوير ايه فضائي دون ان تلامس سطح مين الارض وعشان كده سموه ايه الاستشعار عن ايه عن بعد وهنعرف دلوقتي نستشعار عن بعد ده بنستخدمه في تحديد المواقع الاسرية وتحديد الخدمات وتحديد بعض المعادن اللي موجودة ببطن مين في بطن الايه الارض وايضا بنعرف كمان منه الايه الموارد المائية عندي كمان نظم المعلومات الجغرافية ده نظم معلومات الجغرافية عبارة عن ايه مجبوعة من المعلومات صممت وادخلت وتخزنت في كمبيوتر بيتم معالجتها ويتم استرجاعها الغرض منها ان هي بتعمل عملية تحميل للبيانات اللي موجودة الجغرافية اقدر احمل البيانات اقدر بعد كده استرجاعها اقدر اعمل لها عملية مين تحليل اقدر استفيد منها من خلال قواعد البيانات وهنا اقدر استفيد منه في خطة التنمية اقدر استفيد ازاي اقدر اخذ القرار المناسب والسليم ليه لان انا عندي مجموعة من البيانات اللي موجودة المتوفرة اقدر تحللها اقدر تستخلص منها بعض النتائج ابدأ هنا اطبق عندي كلام ده وفي خطة مين في خطة التنمية يبقى الاستشعار عن بعض علم الحصول على المعلومات دون ملامسة لسطح الارض بواسطة التصوير الجوي والتصوير الفضائي اما نظم المعلومات الجهورفية اللي هي ال جي اي اس جي اي اس نظام معلومات يصمم لادخال وتخزين البيانات واسترجعها وتحللها على اساس ان احنا ناخد قرارات سليمة ومناسب عندي بعد كده تستخدم التقنية الحديثة في اي تستخدم التقنية الحديثة في تنمية الموارد تنمية اي نوع من الموارد كله هتعرف دلوقتي تنمية موارد بيئية وزراعية وكله هتعرف هنا ان التقنيات الحديثة لها ادوار مختلفة اقدر استخدم الصور الجوية والمرئيات الفضائية واقدر احدد موارد المياه اللي موجودة في المناطق على اساس انها بتدرسلي مناطق الشكوك والانكثارات واقدر احدد هنا هو مناطق وجود المياه الجوفية عشان كده صارعت الدول العربية باستخدام التكنيات الحديثة للكشف عن موارد المياه الجوفية لماذا؟ هنا حط 100 خط حط هنا سؤال مهم للدول العربية صارعت عشان تكتشف موارد مياه جديدة موارد مياه جوفية لماذا صارعت العديد من الدول العربية لاستخدام التكنيات الحديثة للكشف عن الموارد المياه لان المنطقة العربية ابناء الطلبة تعاني من ندرة في المياه كلنا ملاحظين المناخ والتغيرات المناخية بنجد ان الامطار بتسقط على الوطن العربي على مناطق قليلة منه تقتصر يمكن على بعض سواحل البحر المتوسط وسواحل البحر العربي سواحل البحر الأحمر سواحل محيط الهندي مثلا في الصومال سواحل محيط الأطلنطي في المغرب لكن بقية الأرض العربية أولاد غالبيتها بتعتبر مناطق صحراوية عشان كده بتستفيد الدول العربية من الاستشعار عن بعض في الكشف عن موارد الصروة المائية وموارد المياه الجوفية وبنكمل معاكم بقية استخدام التكنيات الحديثة في حلقة قادمة وإلى اللقاء مع خالص تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح